أهلا بكم في قراءة اختار كارت هنعمل دلوقتي اختار كارت عن مواصفات زوج أو مواصفات شريك المستقبل انتوا طلبتوا القراءة دي في الفيديو اللي فات فهنعملها مع بعض دلوقتي ومعينا ثلاث مجموعات أول مجموعة الحجر الأبيض أو الكروت دي تاني مجموعة الحجر العسلي أو الكروت دي تالت مجموعة الحجر البني أو الكروت دي للناس اللي حب بالحروف طبعا هتكون بحروف اسمك انت لأن احنا لسه مش عارفين مين هو الشخص فهتكون بحروفك انت ركزوا طاقتكم واختاروا حتى لو اخترتوا مجموعة ويعني حستوها مش تمام قوي ممكن تختاروا مجموعة أخرى هسيب لكم وقت للاختيار ونبدأ على طول ان شاء الله أوكي خلينا نبدأ بأول مجموعة الناس اللي اختارت الحجر الأبيض واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق خلينا نشوف خير ان شاء الله خلينا نبدأ بأول مجموعة خليني بردو قبل ما نبتدي في القراءة ناخد كروت الملايكة لأنها هتساعدنا كتير أولا انت طاقتك أنا حاسس شوية انت مش مستعد للحب يمكن في شخص معين في دماغك يا إما كرش أو شخص من الماضي وانت عندك مشاعر كتير للشخص ده لكن انت مش بتبوح عنها دي مشاعر داخلية جواك عندي إحساس انه أصلا في شخص معين وانت داخل القراءة وبتقول يا رب الشخص اللي في دماغي ده هو اللي يطلع عليه طلعلك هنا نادي على الصول ميت بتاعك من خلال الصلاة والتوكيدات وقانون الجذب هتقدر انك تكذب لنفسك شريك حياتك الرومانسي وتوقع نروحك اللي انت بتدور عليه أوكي خلينا برضو ناخد كارت من هنا الأبراج اللي معانا في برج العقرب برج الأسد الحوت والعذراب أبراج مائية كتير جدا جدا وترابية بس برضو يعني ما تلتزموش قوي بالأبراج والتاقات طلعلك هنا ريكافري هو غالبا حد من الماضي فعلا يعني المهم انه الشخص ده ممكن تكون يعني هو موجود في علاقة ثلاثية يعني معك ومع حد تاني في نفس الوقت أو مجغول مثلا في الشغل مش لازم يكون ثرد بارتي يعني ممكن يبقى الشخص ده بيشتغل كتير بيسافر كتير ودايما انه هو شخص مجغول الشخص ده شخص متوسط الطول جسمه متناسق جدا للبعض ممكن يكون رياضي وبيواظب على الرياضة وانه يروح جم كتير وكدا بيهتم جدا باللبس بتاعه ممكن يكون ما بيلبسش غير برندات وبيهتم انه لبسه يكون غالي وشيك حتى لو لبس رخيص ومش برند بس يحب انه يلبسه بطريقة ما كوي وانه يبان شكله شيك جدا وما يبانش انه هو غير برند يعني فدايما بيركز في التفاصيل بتاعه لبسه وبتاعه شكله الشخص ده بيحب انه هو يسافر كتير اعتقد بشرته امحية تميل الى انها تكون اسود وبرده شعره اسود الشخص ده غامض نوعا ما ولو انت اللي بتتفرج على القراءة رجل مش ست ممكن تكون الست دي ستة محجبة للبعض منكم مواصفات شخصيته الشخص ده هارد ووركر بيحب انه هو يشتغل كتير ممكن يكون بيقضي وقت كتير جدا في العمل بتاعه بيشتغل اكتر من شغلانة بيشتغل اوور تايم بيحب جدا انه هو يشتغل ويجمع اموال مش لانه مثلا بيكنز الفلوس دي او لانه مثلا شخص مادي ولكن غالبا الشخص ده فيه متطلبات كتير عنده وهو بيشتغل كتير علشان يسد الالتزامات اللي عنده دي فبيضطر مثلا ان هو يشتغل اكتر من شغلانة ودايما كل وقته ضايع في العمل بتاعه وهو ما بيتقففش من ده هو بيحب شغله جدا وبيكون مبسوط وهو بيشتغل زي ما قلت لك الشخص ده كمان بيحب ان هو يسافر كتير بيصرف الشخص ده برضو فلوس كتير يعني ممكن يكون بيجيله فلوس كتير لكن برضو بيصرفها بيحب الحيوانات بيحب التأمل بيحب ان هو يسافر كتير واكتر ما بيميزه ان هو هارد ووركر يعني اعتقد ان وضعه المادي كويس يعني حتى لو بيدخله فلوس كتير بس هو زي ما قلت لك ممكن يكون بيسافر بيسهر بيخرج كتير فمش من نوعية الناس اللي هي مثلا ممكن تجمع مبلغ كتير لا هو بيستمتع بكل الفلوس اللي بتدخله وممكن يكون بيصرفها كلها يعني مش من نوعية الناس اللي هما ممكن يكونوا بيحوشوا فلوس او كده لا الشخص ده بيحب يشتري لبس يخرج يعني يقابل ناس جديدة يروح اماكن جديدة يعني دايما هتلاقي بيتنطط كده ما بيقاطش في مكان وما بيحبش قعدة البيت لو مش في الشغل فهو بيتفسح يعني خلينا اكد لك هل هو شخص جديد ولا شخص من الماضي بس هو على الاغلب شخص من الماضي وانتو الاثنين كابتين مشاعركم تجاه بعض ومش حابين ان انتو تعترفوا بيها يعني هو شخص من الماضي وانت تعرفوا لبعضكم كنت معافي علاقة قبل كده وحاليا انتو بتتواصله من خلال التليباتينج وكل واحد بيمنع نفسه ان هو يتواصل مع الاخر بسبب موقف عندما بينكم بسبب طرف ثالث بسبب اشياء مادية لكن على كل حال الشخص ده هيدخل حياتك مجددا طلع معنا كمان برج الاسد والحوت والميزان والحمل لو ما كناش قلناهم خليني طيب اشوف هيدخل حياتك مرة تانية في خلال الدين مش عايز يقول لنا بس قريب قوي يعني قريب قوي يعني قبل نهاية السنة قبل نهاية السنة بحد اقصى قبل نهاية السنة هيكون فيه تواصل من الشخص ده ده كان بالنسبة لكم الاختيار الاول الناس اللي اختارت الحجر الابيض اكتبونا رأيكم في التعليقات وهلا القراءة دي انطبقت عليكم ولا لا ولو انطبقت يعني قصتك مع الشخص ده بشكركم كلكم على حسن المشاهدة وخلونا نروح للمجموعة اللي بعد كده ونروح بعد كده للاختيار التاني الناس اللي اختارت الحجر العسلي واختارت الكروت دي والحروف اللي في اول تعليق خلينا نشوف خير بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لبعضكم ممكن تكونوا انطبعوا منفصلين بطلاء وممكن يكون هناك أطفال لبعض منكم يعني للبعض طبعا اكيد مش الكل انتو سبق ليكم الزواج او ممكن تكونوا مثلا دخلين على مشروع زواج ودخلين مثلا تشوفوا هل الشخص اللي انا معاه ده هو الشخص المناسب اللي الصحي والمفروض ان انا كمل معاه ولا لا للبعض الاخر برضو ممكن يكون الشخص كنتوا مع شخص سبق ومشي او انفصلتم عنه ودخلين تشوفوا يعني هل برضو هيرجع حد من الماضي ولا لا او بتقرنوا مثلا ما بين شخصين وعايزين تشوفوا حد منهم مثلا ولا حد ثالث يعني الطاقة دي برضو موجودة هنا على كل حال احنا هنقولك مواصفاته وانت لو تعرفه فانت اللي هتميزه الشخص ده كشكل متوسط الطول بشرته امحية شعره مدي شوية على بني شوية شخص ممكن يبقى متسرع قوي ممكن يبقى همجي كمان احيانا اي فكرة بتطقف دماغه بيعملها على طول شوية مهرجل كده ممكن بيلبس اي حاجة بيخرج ما بيركزش قوي في شكله وهيلبس ايه دايما هو انسان بسيط بيتعامل بعفوية ويعني ممكن برضو كشخصية يكون مكتئب احيانا شخص اكتئابي شخص غامض شخص مر بمواقف كتير سيئة وبخزلان كتير في حياته فشوية هو مش شخص مقبل على الحياة خالص يعني دايما تحسه شخص اكتئابي ويمكن ده سبب من الاذباب اللي بينعكس شوية على مظهره الخارجي وبيخلين هو مش مهتم بنفسه قوي عايش لوحده في عزلته ما بيحبش انه هو يختلط بالناس كتير مش شخص اجتماعي قوي وبيحب ان هو يعيش مع نفسه في عزلته وهو مستريح كده يعني اعتقد ان هو شخص وضعه المادي كويس ممكن يكون يعني في بوزيشن كويس ماسك مكانة كويسة بيخرج مثلا على قد الشغل يخلص شغله ويروح على طوت لابينزل بيقابل صحاب لابيزور ارايب لابيروح جيم مالوش علاقة اي حد ويخلص شغله ويروح على طوت لهو شخص نمضي أو روتيني نوعا ما يعني خلينا اكدلك هل انت تعرفه من قبل كده ولا لا الشخص ده انت قابلته بالفعل يعني زي ما قلتلك ممكن يكون حد معاك في العمل علاقة يعني علاقة جديدة وانت مثلا دخلين ممكن تكون خطوبة مثلا وفي مشروع زواج ما بينكم يعني للبعض منكم دي علاقة مرسمة يا اما زواج جديد او خطوبة او حد معاك في العمل وبدأتوا ان انتوا تتكلموا والموضوع مثلا بيتطور شوية بس الشخص ده انت تعرفه انت قابلته بالفعل يعني وعلى الاغلب هو شخص معاك في العمل او عرفته من خلال الاسرة هقول لكم برضو الابراج علشان تكونوا عارفين في برج العزراء برج الحوت برج التور اكتر من مرة برج القوس والاسد العقرب والدلو الطاقات هوائية ونارية وطرابية مفيش مائية خالص بس برج الحوت والعقرب بس برضو مش ضروري وما تلتزموش قوي بالابراج والطاقات خليني طيب اخد لكم نصايح الملايكة لو عرفت الشخص ده تقول لنا في التعليقات هل انت فعلا عرفته ولا لأ وقابلته ويعني ايه اللي حصل ما بينكم والعلاقة ما بينكم وقفت لفين وين طباعك عن الشخص ده وماذا تطبق القراءة دي عليك هنا بيقول لك بلايفولنس وقتك معه بالوقت يعني بيقول لك خليك متسع الافق شيريك حياتك طباعه شوية مختلفة عن طباعك فانت محتاج ان انت تتقبل الاختلاف ده خلينا برضو ناخد كارت من هنا بيقول لك don't stop وmeditation brings his answer محتاج ان انت تعمل meditation تعمل تأمل هيجي لك رسيل كتير من خلال المدitation ده فزي ما قلنا لك الشخص ده انت بالفعل تعرفه قابلته وممكن يكون بيشتغل معاك او عرفته من خلال الاسرة لو ده ما حصلش فده هيحصل يعني ان شاء الله وفي علاقة مرسمة يعني على الاغلب اما بقى الشخص اللي انت انفصلت عنه يعني حتى لو كان هي دي مواصفات الشخص اللي انت انفصلت عنه فعلى الاغلب الشخص ده عرضه هيتجدد يعني او هيجي لك مرة اخر على الاغلب فاقول لنا في التعليقات الحكاية ده كان بالنسبة لكم الاختيار الثاني الناس اللي اختارت الحجر العسلي بشكركم كلكم على حصن المشاهدة وخلونا نروح للمجموعة اللي بعد كده ونروح بعد كده للاختيار الثالث الناس اللي اختارت الحجر البني او الاحمر واختارت الكروت دي وحروف اللي في اول تعليق خلينا نشوف خيري ان شاء الله بالفعل انت في شخص مهتم به وبترقبه وهو كراش بالنسبة لك يهمك جدا ان انت تعرف عنه اكتر وان انت تقربه من بعض الشخص ده انت مهتم بيه جدا على فكرة انت اللي بتتفرج على القراءة ممكن تكون برج اسد او الشخص اللي انت مهتم بيه برج اسد لو مش برجه الشمسي اسد فاكيد في خارطك او خارطه اسد يعني انا متأكد من هذا الشيء المهم الشخص ده شخص جذاب قوي وانيق جدا شخص يعني تحسه يعني عارف انت الاشخاص الموديل دول يعني شخص ستاندرد كده يعني كامل الاوصاف زي ما بنقول اي حد بيشوفه بيقع في غرامه شخص تحسه فعلا فيه كل حاجة شكله حلو جذاب مهتم بنفسه شغله حلو غني بيخرج بيتفسح فرفوش كارزما يعني انت حسه فيه كل حاجة يعني اللي هو الشخص ده ما يترفضش وشاغل بالك قوي الشخص ده ويهمك جدا ان انتو تقربوا من بعضه خصوصا كمان ان انت شايف انه انتو شوية متقربين من بعض ويمتكفئين ويمناسبين لبعض يعني انت شايف نفسك برضو ان انت شخص مناسب لي دي برضو وجهة نظرك في نفسك فالشخص ده كرش سريع الازعاج الكلب بتاع بيلعب انت شايف ان هو شخص مناسب ليك جدا وانت مهتم بيك جدا يعني بس شوية شايف ان هو شخص تقيل ما بيستجبش معك بسهولة او شايف نفسه شوية ممكن كمان تكون شايف ان هو مر بمشكلة ومن بعد المشكلة دي فهو زهد العلاقات كلها لكن انت ما زال عندك امل ان هو يبدلك نفس الاعجاب وان انتو يكون فيما بينكم فرصة يعني زي ما هيك الشخص ده مهتم بنفسه جدا ولو انت رجل وهي الستة الستة دي ممكن تكون يعني بتحط مهتم بنفسها قوي قوي يعني ميكب كتير قوي طبقات كتير جدا بتهتم بشعرها شكل قوي وبتعمل اكستنشنز وحاجات من دي فمهتم بنفسها قوي قوي يعني زيادة عن اللزوم بشكل قوي لو رجل برضو هيبقى مهتم بنفسه اهتمام زائد وممكن يكون برضو من الرجال اللي هي بتلبس اكسسوريز يعني خواتم مثلا سلاسل حاجات كده المهم الشخص ده فعلا عنده مشكلة زي ما انت شايف مشكلة كبيرة جدا كمان محدش يعرفها وممكن يكون بيعمل كل الحاجات دي كنوع من انواع التعويض عن المشاكل اللي هو مر بيها فبيحاول ان هو يلاقي نفسه او يتناسق المشاكل اللي عنده بانه يخرج يقضي وقت يهتم بنفسه يعني زي ما بنقول ان ربنا ما بيديش حد كل حاجة وانه احنا ما نحكمش على الكتاب من غلافه دايما اللي يشوف الشخص ده اول انطباع بياخده عنه انه هو عنده كل حاجة لكن الشخص ده من جواه عنده الام كتير جدا ومحدش يعرف عن الالام دي اي حاجة فهو شخص من جواه حزين جدا مكتئب جدا ممكن يكون بيخرج وبيتبسط وبيرقص وبيحضر حفلات وكل حاجة لكن بيروح البيت مثلا بيعيط لوحده ومحدش يعرف عنه حاجة هو وضع المادة كويس جدا الشخص ده واعتقد انه هو عنده املك مصنود عليها يعني ممكن يكون مثلا عنده بيزنس او شركة بتجيب له فلوس عنده عقارات مثلا وبيتاجر في العقارات او مأجرها اهله مثلا بيبعتوله فلوس كتير جدا فهو شخص مسنود ماديا وما بشوفش انه هو عنده اي مشكلة مادية يعني من اي نوع ولكن برضو خليني اشوف لك هل ده شخص جديد ولا شخص من الماضي هو شخص جديد حتى لو كان فيه سابق معرفة فما كانتش معرفة عميقة وعلى فكرة هيكون فيه فرصة ما بينك وما بين الشخص ده لان انت بتعمل قانون الجذب بشكل كويس قوي فحب اقولك وبشرك انه هينجح معك وفيه فرصة انه يكون فيه عرض من الشخص ده للارتباط والزواج كمان ايضا يعني فبروفو عليك انت بتنفذ قانون الجذب حزفيرو وبشكل صح جدا وحب اقولك انه هو هيشتغل معاك يعني وهيكون فيه فرصة ما بينك وما بين الشخص ده خليني برضو اخد لكم نصائح الملائكة واشوف هينصحوكم بايه احنا معانا برج الاسد زي ما قلتلكم ده اساسي في برج الحوت برج العقرب والقوس والميزان والجوزان والطاقات برضو كلها موجودة وما تلتزموش قوي بالابراج والطاقات بيقولك خد بالك من العلامات الحمراء وريتريت طيب خلينا نشوف انجل انصر هيقولولك ايه اذهب من الواضح انه انت في موقف سيء او موقف سلبي حصل لك او تجربة سيئة ممكن تكون قابلت قبل كده شخص فيه صفات نفس الشخصية دي او علاقها نرجسية مثلا انت انت انفكر انه كل الاشخاص نرجسيين فبيقولك ما تقرنش يعني ما تقرنش واعمل تسامح وانسى الماضي وافتح قلبك للفرص الجديدة انت برافو عليك شغال على قانون الجذب كويس يعني فما تخليش افكار سلبية من الماضي تأثر عليك ده كان بالنسبة لكم الاختيار الثالث الناس اللي اختارت الحجر البني بشكركم كلكم على حسن المشاهدة وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق مع السلامة اشتركوا في القناة